السلام عليكم أسرار في حياة الزعيم البداية طالف في كلية الزراعة إلى كمة الزعيم الفنية وقبل ما نبدأ حب أشكركم على دعمكم الدائم لقناتي وأهلا وسهلا بكم في قناتي وألف شكر لكل منزر قناتي وحطيلي لايك أو تعليق ولسه بفكركم بقولكم أختكم محتاجة دعمكم الفنان عادل إمام اسمه عادل محمد إمام محمد بخاريني الملقف فنيا بالزعيم أو الهرم الرابع أسرة فكيرة من حي السيدة عائشة بالكاهرة ولكن الأصول ترجع لقرية شهة مركز المنصورة محافظة الدائلية نجم فوق العادة حجز مكان في قلوب الناس رصيده من الأعمال الفنية تجاوز 170 عمل متنوع بين السينما والمسرح والدرامات تلفزيونية صدر الفنان عادل إمام المشهد الفني دون أن يتراجع عن مكانه الفني والشعبية التي حظي بها في الستينيات من القرن الماضي ظهر عادل إمام على الساحة الفنية من خلال دور سنوي أسنده أسنده له فيه مصرحيت أنا فين وانتي فين ومصرحيت أنا وهو وهي مع النجم الكبير الأستاذ فؤاد المهندس ينطلق بعدها بعيدا عن مصرح الجامعة حيث كان طالبا في كلية الزراعة وقدم العديد من الأدوار السنوية على مصرح الجامعة ثم الدور الثاني مع الكبار الفنانين في ذلك الوقت وكانت مصرحية مدرسة المشهدين مع فرقة المتحدين جذبت موهبته التي يتمتع بها الزعيم عادل إمام المنتجين والمخرجين لمنحه فرصة البطولة وهو ما تحقق له في أوائل السبعينات وبالتحديد في عام 1973 من خلال فيلم البحث عن الفضيحة مع يوسف وهبي وميرفت أمين وسامير صابري وميمي شكيب والفيلم ده كان آخر كتابات الكاتب الراحل أبو سعود الإبياري الشريك فيه نجاحات نجم الكوميديا الراحل إسماعيل ياسين ومن إخراج ميازي مصطفى وفيلم البحث عن الفضيحة حقق لعادل إمام شعبية والنجومية كبيرة إلى جانب مصرحية المشهدين التي جعلت المنتجين والمخرجين سامير خفاجة يسند له بطولة منفصلة عن باقي أفراد الفرقة في شاهد ما شفش حاجة ونجح في تحقيق النجاح المنفرد وتمكن في تلك المرحلة أن يصبح الممثل الكوميديا الأول في عالم السينما متصدر البطولة السينمائية والمصرحية حتى المرحلة التي اعتمد فيها على كسافة الإنتاج ولم يكتفي عادل إمام بالنجومية التي حققها من خلال الكوميديا إلى جانب الموهبة الفنان عادل إمام امتلك زكاء فني جعله يعمل على تحقيق توازن وتنوع في الاختيارات وأن يؤسس ويضع أسس مختلفة مع بداية التمانينات وتقديم شخصيات مختلفة عن النمط السائد الذي اشتهر به سنة 78 مسلسل أحلام الفتى الطائر إبراهيم الطائر سنة 1980 مسلسل دموع في عيون وقحة ومع الشموان وبدأ مع التمانينات يقدم شخصيات مختلفة عن النمط السائد الذي اشتهر به استمر عادل إمام في تصدر المشهد الفني متفوقا على أبناء جيله في ذلك الوقت تصدر أيضا شباك الإرادات لحرصه على الكسافة الأعمال في المسرح والتلفزيون والسينما إلى جانب التنوع في الموضوعات والقضايا ركز عادل إمام على رصد قضايا سياسية واجتماعية عبر خلالها عن واقع المجتمع المصري وأحلامه من خلال السنائية التي جمعته بالكاتب وحيد حامد الذين يقدموا معا أول أعمال لهم سنة 1978 هو أحلام الفتى الطائر في السينما الإرهاب والكباب والمنسي وبيع شركات الكطاع العام في فيلم اللعبة مع الكبار واجه عادل إمام ظاهرة الإرهاب التي وصلت إلى زروتها في التسعينات الكرن الماضي في تيور الزلام والفيلم الإرهابي مع الكاتب ليلين الرملي إلى جانب الاهتمام بالرصد القضايا التي تشغل المواطن المصري والعربي يقدم عادل إمام الكوميديا والتراجيديا والميلو دراما التي يميل إلها الجمهور المصري في أفلام الغول وأمهات في المنفق كما كونة الفنان عادل إمام سنائي مع المخرج سامير سيف وقدم معه عدد من أفلام الحركة والأكشن زي شمس الزناتي والنمر والأنسة والمولد ومع نادر جلال عمل فيلم جزرة الشيطان وسلام يا صاحبي امتلك عادل إمام بوصلة جعلته قادر على مواقبة المستجدات والحفاظ على مكانته الفنية بعد ظهور جيل جديد من المضحكين الجدد في الألفية زي ظهور محمد هنيدي وعلق ولي الدين ومحمد سعد في تصدر الإرادات اعتمد الزعيم على الكيف والتقليل بدلا من الكذافة والكم وحرص عادل إمام على تقديم الجديد والمختلف في الأداء والشكل واختيار الأعمال اللي بتناسب مرحلة العمرية اللي وصل لها عمل مع مؤلفين والمخرجين الجدد أبرزهم الكاتب يوسف معاطي اتعد عادل إمام عن الكوميديا السوداء التي قدمها في الثمانينات والتسعينات والألف وفيه سنة 1993 قدم مصرحية الزعيم اللي حققت نجاح كبير جداً ولافت لدرجة أن اسمها ارتبط باسم وأصبح لقب باتة يطلق على الفنان عادل إمام كما تناول الزعيم عادل إمام السراع العربي الإسرائيلي في السفارة في العمارة مع يوسف معاطي وإخراج مروان حامد واهتم برصد الفساد الانتخابي في بخيط وعديلة والجردل والكنكة وتناول فساد بعض رجال الأعمال في فيلم بوبوس ومرجان أحمد مرجان ورصد حال المصريين الموجودين في أمريكا في هلو أمريكا كما عمل الفنان عادل إمام نموذج الأب في التجربة الدماء الدنماركية اللي لديه أربع من الأولاد ربهم بعد وفاة زوجته ولكنه يعاني من مشكلة الحرمان العاطفي وظهر كأب برضو في فيلم عريس من جهة أمنية وفي زهايمر وآخر ظهور السينمائي له سنة 2010 الأب اللي بيحاول أبنائه الاستلاق على أمواله وفي الدراما التلفزيونية فرقة ناجعة طالة تناول مجددا فيه المواجهة مع إسرائيل والعراف وعفارية عدل علام وصحب السعادة وعوالم خفية ثم قدم في 2020 بالرغم من ابتعاد عدل إمام عن الصحة الفنية منذ آخر أعماله فهو لا يزال موجود برصيده الفني المتنوع والغزير والتكريمات خلال مشواره الفني عدل إمام نال التكريم في السنوات الأخيرة من مهرجان الجونة في الدورته الدورة الأولى 2017 وتم تكريمه في بداية العام 2024 في السعودية في احتفالية الجوي أورد وجائزة استثنائية زعيم الفن العربي واليوم في 17 مايو 2024 احتفالا بعيد ميلاد الزعيم عدل إمام تعرض فيلمه الأخير زهايمر في دور السينما في السعودية وفي الإمارات وفي البحرين وده اللي عملته الشركة المنتجة الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس في فيلم زهايمر كريما للزعيم عدل إمام وبعد آخر أعماله في فالنتينو وفيلم زهايمر تفرغ عدل إمام للحياة مع الأحفاد بعيدا عن الأضواء والشهرة ولكن سيظل عدل إمام موجود بأعماله النجحة فهو بالفعل زعيم الفن العربي رحلة من العطاء الفني استمرت 60 عام حيث أتم اليوم الزعيم عدل إمام عامه 84 العمر كله يا فنين إذا عجبكم الفيديو لايك واشتراك في الكناناو أختكم محتاجة دعمكم